موسيقى السادسة صباحا الرابعة بالتوقيت جرينيتش موجز اخباري يتيكم من القاهرة أهلا بكم وجه الرئيس عبدالفتح السيسي بتطوير واستغلال القرية البحثية المقامة في توشكا لتصبح مركزا بحثيا وتدريبيا يوفر الكوادر المؤهلة للتعامل مع آليات الميكانات الزراعية المتطورة وأساليب الرأي الحديث توجيات الرئيس السيسي جاءت خلال اجتماعه مع وزير الزراعة ومدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية وعدد من المسؤولين وصرح المتحدث باسم الرئاسة بأنه تم أيضا خلال الاجتماع أرض المشروع الخاص بالزراعات المتكاملة بواحة سيوة وجه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بطلاء جميع واجهات المباني المحيطة بميدان محطة مصر بالأسكندرية ضمن عمل التطوير مشددا على ضرورة التنبيه على أصحاب العقرات بالقيام بذلك جاء ذلك في ختام جولته بالأسكندرية والتي تفقد فيها مشروعي تطوير ميدان محطة مصر وحلقة السمك بالأنفوشي وأكد مدبولي أهمية مشروعي تطوير ميدان محطة مصر بالتزامن مع المشروعات الخدمية الجاري تنفيذها بالمحافظة الأسكندرية والتي تحظى باهتمام كبير من الرئيس عبد الفتاح السيسي ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أن أقليات إثيوبية فرت إلى السودان بسبب المعارك في تجري ونقلت الوكالة عن الفارين ببلدة باسنقة السودانية الحدودية مع إثيوبيا نقلت قولهم إن الآلاف فر الشهر الماضي بعد مقتل عدد كبير منهم وحرق منازل آخرين أعلنت وزارة الصحة تسجيل 173 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا وتسعة وفايات وأشر بين الصحة أنه تم خروج 211 متعافية من المستشفيات وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى أكثر من 235 ألف متعاف حتى الآن أعلنت وزارة الصحة المكسيكية تسجيل أكثر من 20 ألف إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كوفيد-19 إضافة إلى 847 حالة وفاة ليصل إجمالي الإصابات منذ بدء الجائحة إلى 3 ملايين و217 ألفا فيما تصل الوفايات إلى نحو 253 ألف حالة وتقول الحكومة إنه من المرجح أن يكون العدد الحقيقي للحالات أعلى بكثير من المعلن وتشير بيانات منفصلة نشرت في الآوانات الأخيرة إلى أن العدد الفعلي للوفايات يزيد عن الرقم المؤكد بنسبة 60% على الأقل أصيب أكثر من 211 مليون نسمة بفيروس كورونا على مستوى العالم في حين وصل إجمالي عدد الوفايات الناتجة عن الفيروس إلى 4 ملايين و595 ألفا و297 حالة وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالة الإصابة في ديسمبر عام 2019 لمزيد من الأخبار يمكنكم متابعة موقعنا دائماً عن الإنترنت كما يمكنكم متابعتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تويتر، إنستجرام ويوتيوب شكراً على طيب المتابعة وإلى اللقاء